بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية اليوم مدتنا التدخل المبكر عنوان درس اليوم القصة الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني أهداف لقاؤنا لهذا اليوم سوف نتعرف سويا على استخدام استراتيجية القصة الاجتماعية والغرض منها وكيفية بنائها وخطواتها دائما نحرص عند تعليم الطفل دول إعاقة على استخدام استراتيجيات قريبة لحياة الطفل استراتيجيات واقعية من البيئة المحيطة للطفل مثل استخدامنا للقصة الاجتماعية أريد أن أعرف مفهوم استراتيجية القصة الاجتماعية اسمها قصة هناك حدث هي قصة قصيرة مكتوبة لفرد تصف نشاطا محددا دائما أستخدم القصة في ماذا؟ في تعليم الطفل لآداء المهارات السلوكية أو آداء المهارات الاستقلالية أو العناية بالذات هي قصة قصيرة مكتوبة لفرد واحد لطفل واحد تصف سلوكا محددا والتوقعات السلوكية المرتبطة بهذه النشاط إذا أردت من طفل أن أعلمه كيف يركب الحافلة أو نسميها الباصعة الحافلة كيف أعلمه باستخدام الصور من استخدام البطاقات لكي يسهل علي ماذا؟ تنفيذ المهمة وكذلك تثبيتها الطفل أحيانا ما يستمع لتوجيهات الأم أو توجيهات المعلمة يحتاج إلى استخدام استراتيجيات حديثة استراتيجيات جذابة وذلك لتوفير وتلقي السلوك المناسب للطفل في المواقف والظروف المختلفة سوف نعرض أمثلة لهذه الاستراتيجية إذن مفهوم الاستراتيجية القصة الاجتماعية هو اسلوب تدريس أستخدمه دائما في تنمية المهارات الاستقلالية تنمية المهارات الاجتماعية قصة قثيرة مكتوبة لفرد واحد تصف نشاطا محددا والتوقعات السلوكية التي سوف ينفذها الطفل من خلال استراتيجية القصة الاجتماعية الهدف منها ماذا؟ توفير وتلقي السلوك المناسب للطفل في المواقف والظروف المختلفة سوف نعرض مثال على استخدام استراتيجية القصة الاجتماعية قصة تصف الاصطفاف في الصباح والتوجيهات التي يقدمها المعلم وما الذي يفعله الطلاب ولماذا؟ وكيف يجب أن يتصرف الفرد المستهدف في هذه المهارة؟ هناك ثلاث أنواع شائعة من الجمل لكتابة القصص الاجتماعية أولا الجمل الوصفية التي تصف السلوك بخطوات من واحد إلى أربعة من واحد إلى خمسة وينفذها الطفل دائما أطفال ذو الإعاقة وخاصة أطفال التوحد لا يستطعون أداء المهارة والمهمة من التلقيين يحتاج إلى توضيح بالصور الطفل العادي يصحى الصباح يذهب إلى المدرسة بمفرده يقوم يفطر ويذهب إلى الباص أو الحافلة الطفل ذو الإعاقة أو الطفل أطفال التوحد مثال يحتاجون إلى استخدام استراتيجية تدريس مختلفة أعرض للطفل المهارة تحليل المهارة باستخدام الصور تقوم يا أحمد في الصباح صورة سوف نفذها الآن اذهب إلى دورة المياه ثم تناول الطعام ثم اذهب إلى الحافلة وبعدها إلى المدرسة من خلال استخدام الصور هذه هي الاستراتيجية تحليل المهامة المطلوبة أو تحليل السلوك المطلوب من الطفل الجمل الوصفية جمل الرأي يقصد بها المجتملة على وجهة نظر مثل ماذا؟ أطلب من الطفل ألا يلعب بالأوراق ألا يلعب بالأدوات هنا باستخدام الصور باستخدام القصة هنا يقصد بها جملة الرأي وأيضا الجمل التوجيهية للطفل سوف نعرض الآن الجمل الوصفية ماذا يقصد بالجمل الوصفية؟ هي عبارة عن تعريف موضوعي للأحداث المتوقعة وتشمل أين يحدث هذا الموقف؟ ومن يشارك هذا الموقف؟ ولماذا؟ وتقدم معلومات حقيقية تتعلق بأهم جانب من جوانب القصة ونعطي دائما في القصة مجموعة من السلوكيات وأطلب من الطفل تنفيذ هذه المهارة أو المهامة المطلوبة يذهب معظم الطلاب في مدرسة إلى الكفاتيريا لتناول طعام الغداء ووضحها بماذا؟ بالصور عندما يكون وقت الغداء فإن معظم الطلبة يأكلون الغداء ووضحنا ذهاب الطلاب من أجل تناول وجبة الغداء أذهب إلى الكفاتيريا لتناول طعام الغداء هنا سوف نوضح هذه الاستراتيجية استراتيجية القصة القصيرة باستخدام ماذا؟ باستخدام الجمل الوصفية أريد أن أعلم الطفل ماذا؟ غسل اليدين بطريقة صحيحة أحرص على تحليل المهارة في استخدام الصور أغسل يديك بالماء أول خطوة أغسل يديك بالماء هنا ضع ماذا؟ ما يكفيك من الصابون رغم اثنان ثلاثة أفرق يديك معاً أربعة أغسل يديك بالماء هنا ألاحظ أني وضحت المهارة المطلوبة من الطفل بماذا؟ بتجزئة المهامة من رقم واحد إلى رقم أربعة أعيدها مرة أخرى أغسل يديك بالماء يبدأ الطفل بتنفيذ هذه المهارة بعدها ماذا؟ أستخدم أو أضع ما يكفيني من الصابون أفرق يديك سوياً بالصابون والماء وبعدها آخر خطوة أغسل يديك بالماء وأتأكد من نظافة يديك هنا نفذنا ماذا؟ نفذنا سلوب القصة أو استراتيجية القصة الاجتماعية باستخدام الجمل الوصفية تصف السلوك المتوقع من الطفل دوي الإعاقة ننتقل إلى رقم اثنان جمل الرأي ما هو المقصود بجمل الرأي؟ تصف الحالات الداخلية لأشخاص آخرين توفر هذا النوع من الجمل معلومات حول الأفكار والمشاعر والمزاج لأشخاص آخرين مثال أوضح للطفل هنا قصة هنا قصة يوضح بهذه القصة مشاعر الأطفال الآخرين هنا العائلة مجتمعة في الحديقة العائلة مجتمعة في الحديقة ما هو شعور البنت؟ أوضح للطفلة هل هو سعيد؟ أم حزين؟ هنا وضحت مشاعر الآخرين باستخدام ماذا؟ باستخدام القصة الاجتماعية هنا مشاعر الأطفال مع العائلة ماذا مشاعرهم؟ سعيدين وأوضح صورة شخص سعيد هذا هو اسلوب ماذا؟ اسلوب القصة الاجتماعية وكذلك يقطد بها جمل الرأي توفر هذه ماذا؟ معلومات بسيطة حول سبب حدوث هذه الأشياء وتشير إلى الآراء في القصة سوف أوضح مثال يحب العديد من الطلاب تناول الغداء مع الآخرين كما وضحنا في الصورة الآن يحب جميع الأطفال أن يلمس كل طالب فقط الطعام الخاص به وآخر جملة هي الجمل التوجهية سوف نتعرف عليها في اللقاء القادم إن شاء الله وفي نهاية لقاء اليوم أشكر لكم حسن تفاعلكم وأطلب من الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته